تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلى للشباب والرياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية انطلقت اليوم مسابقة وكأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للملاك وأصحاب السقور من دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وذلك ضمن منافسات النسخة الثالثة لمسابقة البحرين للسقور والصيد التي تقام منافساتها بمنطقة الصبخة المحاذية لقرية البحرين العالمية للقدرة وقد أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بما حضيت به المسابقة من مشاركة واسعة من قبل الملاك وأصحاب السقور الخليجيين والذي عكس حرصهم واهتمامهم بخوض المنافسات بما يسهم في إبراز وإنجاح هذا الحدث مؤكدا سموه أن ما شده اليوم الأول من المسابقة من منافسة قوية ودليل واضح على ما يمتلكه المتسابقون من قدرات كبيرة وخبرات وسقور تستطيع المنافسة بكل قوة في مثل هذه المشاركات وثمن سموه الجهود البارزة للجنة العليا المنظمة للمسابقة برئاسة السيد خليفة القعود وجميع أعضاء اللجان العاملة لتهيئة الموقع بالشكل الذي يخدم المنافسات ويسهم في نجاح المسابقة مقدرا سموه في الوقت ذاته الجهودة التي تبدلها مختلف وسائل الإعلام المحلية والخليجية لتغطية البطولة وبإبرازها في أبهى حلة والذي يحقق جميع الأهداف والتطلعات التي رسمها سموه في دعم الملاك وأصحاب السقور المحليين والخليجيين بما يعزز من ثقافة الرياضات التراثية ويسهم في المحافظة على الموروثات والقيم الأصيلة وكانت المنافسات قد شهدت مشاركة 96 متسابقا بمسابقتين الفئة الأولى والثانية للجيرات بمسافة 400 متر دعوا وشهدت المنافسات حضورا جماهيريا كبيرا من عشاق ومحبي الرياضات التراثية هذا وسوف تتواصل غدا منافسات البطولة وذلك بإقامة مسابقتين الأولى هي مسابقة للصيد بالسقور فئة شاهين لمسابقة 400 متر دعوا تليها مسابقة الصيد بالسقور فئة الحر لمسافة 400 متر دعوا فيما سيشهد بعد غدنا الجمعة إقامة شوط النخبة الدولي على أن يزدر الستار على المنافسات يوم السبت المقبل بإقامة مسابقة مزايين السقور ترجمة نانسي قنع